اشتركوا في القناة فباخد من وراء بحوش واجيب دهب ولما لقيته محتاج فلوس بيعتهم وقلت له بتاعة والدي بالرغم انه ما كانش كده قبل الجواز للعلم فرق بنا 30 سنة انا شايف في الحقيقة انه دوت التصرف دوت مش بيقول بس انه في حد بخيل مع حد لكن هو في الحقيقة هو فيه علاقة بين فيها جدا الفارق ما بين نفسية الزوج في هذا الزواج ونفسية الزوجة في هذا الزواج الزوجة عايزة توسع على نفسها وتوسع على بيتها وتعيش عيشة فيها رفاهية والزوج في الحقيقة هو زوج عنده حرص لانه 30 سنة هو كأنه حريص على الحياة لانه بيستقبل هو بيقول انه بيستقبل نهاية الحياة هل هذه الافتراضات افتراضات صحيحة عند هذا الرجل لا مش حقيقي لكن خلينا هي ابتسألني دلوقتي عن الحكم الفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان عباس فيان رجل شحيح ده رجل بخيل فإن لا حاصل فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بس خلي بالك ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حط لها معيار المعيارة ان هي تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف يعني يكفيها هي وولدها بالمعروف المعروف دوت هو تلات ابعاد البعد الاولاني هو المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه والاحتياجات اللي هم فيها وفي نفس الوقت نفقت زوجها يعني مدخلات زوجها التلات ابعاد دولا هو اللي بتخلينا ناخذ قد ايه يعني لو واحد مدخلاته ما تكفيش هذا المستوى الاجتماعي مش هناخد كل المدخولاته من وراء وبعد كده هو ما يقدرش لا يلاقي بنزين العربية ولا يلاقي إيه ده لكن لازم الأبعاد التلاتة دية تبقى موجودة هو دخله قديه الحاجة التانية مستوى الاجتماعي اللي احنا عايشين فيها قديه الاحتياج بتاعنا قديه فناخد بالمعروف ناخد بالمعروف يعني ايه ناخد بما يسد هدي الاحتياجات بس واضح ان احنا هنا في المثال بتاعنا ده ما كانش الاخد ومتاقف عند هذا المعيار لان هي حوشت مش بس حوشت حوشت وجابت ده ومش هو ده المقصود المقصود ان انا اكفي حاجتي الا اذا كان عندي ظروف طرقة بتطرق من وقت الاخر فبناخد لهذه الظروف الطرقة لكن ما بحوش من كده يبقى انا ما بحوش يبقى اللي احنا عملنا ده ما كانش صحيح امر التاني فيه خطأ لما كذبت عليه واعطيته المال اللي هي حوشته قالت له ايه وقالت له ان ده مال من والدها صحيح هي عملت كده عشان تعالج مشكلة ايه المشكلة اللي عندها ان هي لو قالت له المال ده من مالك ايه اللي حاصل هو هيعمل مشكلة معاه ايه لا تقضي له هذا المال وتقول له ده مال من عندي وتفضل لكن ايه ما تقولش من والدها وبعدين هو يروح يسأل والدها فيكتشف الحقيقة فهل التصرف ده كان صحيح لا التصرف ده ما كانش صحيح قال هي تكون اثمة هي لن تكون اثمة اذا كانت هي بتأخذ المال الذي اكفيها والدها بالمعروف اذا اخذت فوق ذلك فهذا ليس من حقها وعليها ان تستغفر الله سبحانه تعالى من هذا الامر طيب وتعمل ايه بقى الفلوس اللي اخدها اللي هو الزيادة دي اللي زيادة عن الدهب دي خلاص هي تعطيها على سبيل الهدية لزوجها بس هي بتردها اليه بس هي في الحقيقة هي تقوله على سبيل الهدية ولكن هي بتكون بتردها اليه لان ده وتماله السؤال التاني بيسأل عن عقاب المال الحرام في الدنيا والاخرة حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم على ان الراجل اذا قطع له صلى الله عليه وآله وسلم حق اخيه فقد قطع له قطعة من النار قطعة من النار فليأخذها او ليدعا هنا حديث بيبين فيه ان قطعة النار دي في الدنيا مش في الاخرة يعني هذا الشخص يعيش في هذا الامر ويعيش في هذا اللهيب وفي هذا الاحتراق ولذلك من عادة الناس انه بيقولوا ان المال الحرام بيأكل للمال الحلال هو الحقيقة ان ده عادة الله سبحانه تعالى في من اكل المال الحرام لكن هل ده لازم يحصل فوائي واحد يقول لك والله عادة يعمل مال الحرام ده وتما اكلهاش لا الناس بتقول لي اكثر شيء يأكله المال الحرام هو البركة والبركة هي الحقيقة التي تجلب السعادة على الناس يعني الله سبحانه تعالى ينزع البركة من المال الحرام ويأخذ كمان البرقة من مال الرجل عقابا له على أنه أخذ مال أخيه يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ من مال أخيه من غصب مال أخيه ولو قيد شبر طوق به إلى سبع عراضين ولعزو بالله ولعزو بالله ولذلك اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل كأنما يأكلون في بطنهم نارا فلابد أنه يعرف أنه بيأكل في بطنه نارا وفي النهاية إيه اللي يحصل وسيصنع صعيرا وكمان يكون عذاب أليم بهذا النار لدرجة أن الرسول الله سلم يتكلم على أن الناس الذين يأكلون الأموال بالباطل يظلوا يعذبون بهذه الأموال يعذبون بهذه الأموال لأن الله سبحانه وتعالى لم يرضى أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ولذلك فلنتق الله سبحانه وتعالى والظلم ظلمات يوم القيامة يبقى عذاب وظلمات يوم القيامة فلابد أن نحن نتجنب هذا المال الباطل السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي كان كويس معايا في بداية الجواز دلوقتي أنا معايا طفلين بنت وولد ومن فترة كبيرة اتغير معايا قوي وبقى شخص تاني واكتشفت أنه بيعرف ست وشفت صورة عنده ومن يومها مغلبني في مصاريف أولاده وهو بيسافر وبيسيبنا كتير من غير ما يتكلم معنا طبعا ما كملتش السؤال وكأنها بتقول لي أعمل إيه أول حاجة الحاجات ديت لابد من وقفة وقفة ودية من المواطن اللي لابد يكون الوقفة فيها وقفة فيها نوع من أنواع الحكمة لأن التعدي على حق الأولاد وحق الزوجة يجعلهم في خطر أنهم ممكن يضيعوا ولذلك لابد أن لا نتجاوز وأن لا نتهاون في هذه المسألة لابد أن احنا بشكل واضح يكون عندنا بكل وضوح وقفة تقف فيها وتصريح زوجك وتتكلم معه بأن هذا سيفسد حياتكم وأنكم في حاجة إلى أن أنتم تعودوا عن هذه الأشياء وتعود حياتكم إلى حالة التراضي وحالة التوافق طب أنا بنصح بإيه؟ بنصح أن احنا نجلس مع بعض جلسة جلسة للمصارحة لأن هذه جلسة ضرورية لأن أنت تظلي بهذه الحال بدون التعافي طبعا ما في حالة أنه هو بيعرف ستات فلابد يحصل تعافي التعافي بيحصل به بيحصل بمسلس اسمه مسلس التعافي ده أول ضلع من أضلاعه اللي هو القاعدة بتاعته الاعتذار والاعتراف ثم بعد ذلك القاعدة الثانية ثم بعد ذلك الضلع الثاني هو أن يبقى فيه خطة للتغيير فلازم يبقى فيه خطة للتغيير الضلع الثالث ده هو تقدير مشاعر المخدور به لو ما حصلش الثلاثة دولة ما بيحصلش التعافي ويفضل الناس تأن ويفضل الأشياء تتراكم ويفضل الأولاد يتحملوا هذا الغل والحقد الذي يكون في قلوب من لم يتعافى وينقلب في نفسهم إلى حالة من حالات الضياع وحالة من حالات سواد الحياة فلابد أن نحن نعرف وأنا كلامي لزوج حضرتك أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول وهو بهذا يضيع أسرته وسيحاسب مش بس على هذا بل سيحاسب على الآثار التي ستترتب على ذلك ونكتب ما قدمه وآثاره فإذن أنت عليك أن أنت تتقي الله سبحانه وتعالى وعليك أن أنت تحاول أن تتلافى ذلك بخطة للتغيير وتقديل لمشاعر الناس لأنه مش في لحظة عيرجعوا مرة تانية زي مكان أنت محتاج أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله وأول هو هذه التوبة أن تجبر بخاطر من كسرت بخواطرهم من زوجتك وأولادك لأن هذا هو الطريق إلى الجنة وهو الطريق إلى المغفرة وهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لو ما عملناش كده أظن أن حياتنا ستبقى صعبة وأظن أن نحن محتاجين هذه المصرحة طب إذا من كنتوش قادرين تعملوا الكلام ده فضلوا عندنا في مركز الإرشاد الزواجي ونحاول نعمل هذه الجلسة معاكم لجلسة بداية التعافي لأن مسألة التعافي من هذه الحالة مسألة مهمة لكي أن نقود مرة ثانية إلى التوافق ومنه إلى الرضا ومنه إلى السعادة الزوجية يا سادة نحن النهاردة تكلمنا عن معنى من أجل المعاني ونحن سمينا الجسر ما بين أنوار معرفة الله سبحانه وتعالى ومحب وحب الحياة الجسر ما بين النور والبركة وما بين العيش الهانئ في الحياة الطيبة وهو جسر التوكل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متوكلين يجعلنا متوكلين فننسلخ من حولنا وقوتنا يجعلنا متوكلين متوكلين بمدد الله سبحانه وتعالى يجعلنا متوكلين ونحيا ونأخذ بالأسباب يجعلنا متوكلين ونحن محسنين الظن بالله سبحانه وتعالى يجعلنا متوكلين ونحن مديمين العمل دائما ومقبلين على رب العالمين بالرضا والبركة والنور يا رب اجعلنا من أهل التوكل واحمل عنا يا رب العالمين احمل عنا أعباءنا واحمل عنا مخاوفنا واحمل عنا قلقنا واجعلنا في رضاك واجعلنا في حضرة أمانك وفي بركة أنسك وطمأنينة معيتك اجعلنا يا ربنا في رضاك على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين